شفت المباراة الأخيرة بين الزمالك ونهضة بركان إزاي؟ مباراة الزهب نهاية الكنفيدرالية وهسألك بعد كده عن توقعاتك أو شكل المباراة العودة مفوديكم إزاي؟ طبعاً نتيجة ما كانش يتوقعها الكثير من جمهورنا الزمالك النتيجة ولا الأداء؟ هتكلم عن نتيجة الأول في الآخر قرة القدم نتائج أصلاً نتيجة تمام؟ لا مش تمام مش تمام مش تمام ليه؟ هنقول ليه؟ ليه مش تمام؟ لأن فرقة نهضة بركان مش من الفرق العالية فنياً ناقصها غيابات تقريباً عدد خمس لعيبة من اللعيبة الأساسية مش موجودين عن التيم الأساسي آه كان معاهم عامل الأرض والجمهور ومعاهم مدرب مؤين الشعلاني يشتغل في الدورة المصري عنده خبرات يعني إيه لعيب مصري ثقافة اللعيب المصري حجم وقيمة نادي الزمالك في الدورة المصري وفي أفراقيا كل دي عوامل أنا معاك فيها إنما نادي الزمالك معرفش يدير جميز اللقاء بشكل جايج جداً وبالأخص أن أنت عارف أن أنت هتواجه جمهور شرس هتواجه هم قوتهم في القراط السابتة وإنت ما تعملتش معها بشكل كويس فكنت تقدر النتيجة لو حفظت عليها في الشرط الأولاني بشكل كويس ما يدخش فيك هدفين كنت ممكن ترجع بانتصار كبير من المغرب واحدة من الحاجات اللي اتتقدت على جوزي جميز في هذه المباراة مشاركة سامسون أكنولا أنت كنت مع الناس اللي انتقدت هذا الأمر أو شايف أن كان مشاركة سامسون منطقية وعدية ده أنا كنت شايف أن مشاركة سامسون كانت في وقتها في وقتها؟ طبعاً ده عجل كل اللي تقال بعد كل اللي تقال تقال لأن أنت بتتكلم في سامسون في الآخر بس ما كنتش حابب أن الجزيري يبدأ المباراة آآ يعني أنت كنت عايز سامسون يلعب مهاجم آآ مهاجم صريح ماشر هو الكلام أن سامسون كان يلعب جناح ولا لأ بالضبط كلا لأنه بدأ بيبج جناح بعد أنه منزله واحد تحت واحد يعني اثنين فرادة بس واحد تحت واحد إنما في الآخر أنا كان نفس السيناريو اللي كان يمشي ويمكن تقريباً إحنا تكلمنا فيه هنا في التشكيل أن سامسون يبدأ ويبتدي يرخم عليهم بلغة الكورة لأنه هو قوي جثمانياً بيعرف عنده سرعات بيعرف يخبط فيهم بشكل كبير جداً يبتدي يتعب المجموعة دي جامد أقدر ألعب بالجزيري وكنت بتمنى أن النضاي هو اللي يبدأ و أنا قلت لك يبدأ هو ناحية اليمين وزيزو يبدأ ناحية الشمال لأن طبعاً زيزو عند الخبرات إن لما يلعب ناحية الشمال هيعرف ياخد الكورة ويقطهم لجوة ويخش ويشتغل بشكل كويس جداً نضاي مش هيبقى عنده الخبرات بتاع تزيزو فنديله الحتة اللي هو بيلعبها أفضل إن هي الجبهة اليومنا ونلعب إن الشوت الثاني تحصل تغييرة سريعة إن سامسون يطلع والجزيري يشتغل زي ما احنا شفناه كده وقدر يخطف هدف إدى الأمال كبيرة جداً للناتزة مالك إن إن شاء الله يوم الحد القادم يتوج بالبطورة الكنفوندرولية